الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طريق القلاء أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الجسس في البحر في المنام ما تنسونش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير في حراء الحالم الجسس في البحر في المنام فإن ذلك لا يبشر بالأمور الجيدة في حياة صاحب الرؤية حيث والله أعلم تدل جسس كثيرة ودماء في البحر على حرب تقع في البلد الذي يعيش فيه صاحب الرؤية والله أعلم والله أعلم تدل رؤية الجسس في البحر في المنام على احتمال على انتشار المرض في هذه البلد والله أعلم كذلك هناك احتمال أنه قد يدل على قيام الشخص الرأي بقطع صلة الرحم والله أعلم إذا رأى الحالم جسة مجهولة في المنام يكون والله أعلم دليل على تعرض الشخص لأزمة صعبة في حياته تدل رؤية جسة مجهولة في المنام على احتمال على التقصير في الدين مع الأهل والله أعلم عند الخوف من جسة مجهولة في المنام يكون والله أعلم يكون دليل أن الشخص قد يتعرض للإصابة بالمرض أو السجن والله أعلم كما أن رؤية جسة مجهولة في المنام قد يكون قد يكون علامة على الوقوع في المتاعب والله أعلم إذا رأى الحالم جسة مقطعة في المنام فإن ذلك يحمل معاني غير طيبة حيث هناك احتمال أنه يدل على تعرض الشخص إلى المصاعب والمشاكل خلال الفترة القادمة رؤية كذلك تدل الرؤية في المنام على احتمال على التعرض لمعاناة في الفترة القادمة والله أعلم ألا إن العلماء قد اجتمعوا أن رؤية الجسة المقطعة في المنام أشد قصه من الجسس الغير ذلك إذا رأى الحالم ذهبه سلاجة الموتى في المنام قد يكون يحتمل أن يكون دليل على التعرض للخسائر والأزمات والله أعلم رؤية سلاجة الموتى في المنام يكون يكون دليل على ضيق على الشخص كذلك رؤية البحث عن شخص في السلاجة الموتى في المنام قد يشير إلى فقدان شخص عزيز على صاحب الرؤية والله أعلى وأعلم رؤية شخص جسة متحركة في المنام يدل ذلك على الأمور الغير محبوبة حيث هناك احتمال أنه يدل على أن الشخص قد فقد كل المعاني الجيدة والإنسانية التي كان يتباهى بها والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته